السلام عليكم يا اهلا بكم في فيديو جديد استخدام الايفون معتدين على استخدام الفيس اي دي لفتح الجهاز لكن بعد ما بيرقوا لنظام التشغيل اي او اس سيفنتين بيقابلوا مشكلة وهي ان الايفون طالب كلمة مرور افل الشاشة او القابل اي دي وهم نسيينو عدرتك بقى هتعمل ايه في الوقت ده خلينا ادخل في الموضوع بباشرة والنهارة ان شاء الله هنتكلم عن برنامج شهري جدا في حل مشكلة نسيان معارف الابل او نسيان كلمة مرور افل الشاشة وهو برنامج تونر شير فوريو كي البرنامج ده بنحتاج ان احنا نثبته على جهاز الكمبيوتر او اللابتوب ومش مشكلة يكون ويندوز او ماك لان البرنامج بيداع نظامين التشغيل وبعد كده بنوصل الايفون بتاعنا بجهاز الكمبيوتر عن طريق كابل اليو اس بي وبخطوات بسطة جدا البرنامج بيقدر يزيل كلمة مرور افل الشاشة او بيزيل معارف الابل اي دي او بيزيل كلمة مرور معارف الابل اي دي من البيانات بتاعتك علشان تعمل لها الراستور بعد كده بعد ما تستخدم البرنامج وتزيل كلمة المرور ويلا بقى دلوقتي نشوف مع بعضينا ازاي هنحمل البرنامج وازاي نستخدمه بس قبل ما نبدأ في الشرح العملي ما تلسلاش تدعمنا اللايك على الفيديو ولو مهتم بشروحات الايفون تشترك معنا في القناة دلوقتي هنحمل ونثبت البرنامج رابط تحميل البرنامج هتلاقي موجود سندوق الوصف موجود اول تعليق مسبت هنقول له البرنامج بدي التحميل هتحل مجلد برنامج فريو كي نثبته ضابل كليك يشمال عليه نستول اكتمل تثبيت البرنامج هنقول هنا ستارت فتح معي البرنامج بالشكل ده ممكن اغير لغة البرنامج بتغطي على تلت شرط دول واختار منها واختار اللغة العربية مسلا وعندي البرنامج بيقدم اكتر من وظيفة ممكن افتح منه رمز المرور او كلمة السر او الفيس اي دي من هنا ممكن افتح او ازيل اي دي وكلمة مروره طبعا ممكن اتجاوز الام دي ام انا في حال دلوقتي هستخدمه في تجاوز كلمة المرور او ازالك كلمة المرور علشان اعمل كلمة مرور جديدة او الفيس اي دي من اول وجديد وزي ما اتفقنا احنا استخدم برنامج دلوقتي في ازالة رمز المرور او الفيس اي دي فهنقول له ابدأ في الفتح وهنا جايب لي ملاحظات بيقول لي ان ازالة هتودي الى مسح البيانات الموجودة على الجهاز فاتأكد انت اواخد من محتوى الجهاز بتاعك وبقول لي كمان ان هو هيحدث اصدارة الخاصة بجهازي وبقول لي تأكد ان جهازك مشحون كفاية فانا هقول له ابدأ لو جايب لي الشاشة دي يبقى هو معراش الجهاز بتاعي يبقى انا محتاج ادخل في وضع المطور او وضع دي فيو وهنا جايب لي تعليمات اللي ادخل بيها على وضع دي فيو بضع على المفتاح الرئيسي مع زرار الطاقة او مفتاح الباور ضغطة مطولة لحد ما يجيب لي شعار قبل بالشكل ده وانتظر لحد ما يظهر لي رمز الكمبيوتر على التليفون يبقى هو كده دخل في وضع هنضغط على ابدأ هيبدأ البرنامج بتنزيل حزمة الاي او اس بنحدد المكان اللي هننزل فيه الحزمة بتاعتنا ونتأكد ان عندنا مساحة فاضية مش قل من 7 جيجا وننتظر اجتمال عملية التنزيل وقبل الخطوات دي كلها هتتأكد ان التليفون بتاعك مشحون كويس علشان ما يفصلش اثناء العملية وبعدها هنبدأ فيه اعادة تعيين كلمة المرور او الفلس اي دي رابط تحميل البرنامج موجود صندوق الوصف موجود في اول تعليق مسبت وفكركم ان الموقع بيقدم خدمة استرداد الاموال خلال 30 يوم من الشراء في حالة عدم ارضاك عن المنتج يعني لو انت اشتريت البرنامج والبرنامج ما عجبكش او ما اضلش الغرض معك تقدر تسترد فلوسك بالكامل خلال 30 يوم من الشراء ودلوقتي بقى ازا شارك معاكم حدث عاملاء شركة تونس شير وببناسبة صدور ايفون وببناسبة صدور نزاب تشغيل عشان يبقى ليك فرصة في ربح ايفون بطلط على الرابط ده وبتدخل الاميل بتاعك وبتعملهم متابعة على فيسبوك وعلى تويتر وبتنتظر السعب تمام السعب بيكون على تويتر بعد كده بقولك ان الكوبوند ده بيقدم لك خصم بايمة تمانية دولار على مجموعة المنتجات اللي موجودة دي تمام ده قبل الحدث قبل التعديس وبعد التعديس كان سعره خمسة واربعين دولار وبقى سبعة وتلاتين دولار وكزا مجموعة البرامج دي كلها تمام العرض اللي بيقدمه بعد كده بقولك اشتري برنامج ووصل على التاني مجانا تمام اللي هو العرض ده تالت حاجة بيقولك شارك برأيك هل تفضل تعديس الى سيفنتين ولا لا يا ما بتقولهم نعم يا اما لا يا اما متردد والاجابة بتاعتك بتوضع عنها اسم التخفيض بايمة خمسة دولار على جميع منتجات الشركة الشركة بصراحة الشركة ممتازة جدا وبرامجها ممتازة جدا بخلاف طبعا العروض اللي بتقدمها كل فترة والحدي جانت الفيديو بتاعنا بتوفير جميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته